عايزة اروح بقى ليه ملف تاني ملف مهم ملف طول ما احنا على قناة الاهلي هنفضل نتكلم فيه مش هنمل نحن دايما بنطالب بالحق والناس اللي اتدعت وقالت بس النادي الاهلي بقى بيتكلم عن المظلومية كتير لا النادي الاهلي مع اي اخفاق بيقلب الصفحة بسرعة وبيدور على الجديد والتاريخ هو اللي بيقول كده تاريخ النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق النادي الاهلي بيقلب الصفحة وما بيتكلمش في المظلومية كتير لكن الوقت ده النادي الاهلي بيبحث عن حقه حقه اللي كان بيدور عليه قبل المباراة وقلت انا هنا في الاستوديو التحليلي كان وقتا مع كابتن ايمن شوقي الجواب اللي راح اتحاد الكورة سر الجواب ايه اللي تحط في الدرج مع الايام بتنكشف وبتظهر حقائق جديدة بتكشف وتظهر حقائق جديدة دايما بنقول دايما بنقول الحقيقة عنوان او الحقيقة عنوان واضح النهاردة تعالوا معنا نرجع من بداية الامر بداية الامر ان الاتحاد الافريقي بعد جواب ليه الاتحادات كل الاتحادات في افريقيا اربعة وخمسين اتحاد بعت الجواب ده لجميع الاتحادات كان بيقول الاتحادات اللي عايز ينظم نهاية دوري ابطال افريقيا اللي عايز ينظم نهاية كأس الاتحاد الافريقي بطولة الكونفدرالية وايضا نهاية دوري ابطال افريقيا لكرة القدم السيدات كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة كأس الامم الافريقية لكرة الصلاة كأس الامم الافريقية للكرة الشاطئية كأس الامم الافريقية للسيدات سبع بنود الجواب ده اللي موجود قدام حضراتكم وده الجواب اللي اتبعت من الاتحاد الافريقي لجميع الاتحادات في قرة افريقيا من سبع بنود اللي عايز ينظم البطولات دي يتقدم الينا وكان الجواب ده ممضي به الاستاذ سامسون ادامه مدير المسابقات في الاتحاد الافريقي سامسون ادامه هو اللي ماضي وموقع على الجواب من تحت وراح الجواب ده للاتحاد المصر للكوات القدم ايه اللي حصل وإحنا بنتكلم ومنقول ان فيه حقائق بتنكشف والنادي الاهلي من اول يوم قلنا الموضوع لا الموضوع فيه انا الموضوع معداش مجرد ان الجواب راح في الدرج واتحط لا ده النهار ده الموضوع فيه اهواء شخصية الله اعلم اللي خاد الجواب واستلموا ده انت ماه ايه هل النهار ده ده راجل عنده امانة انه يعمل في المكان ده وبيعمل لجميع الاندية ولا اهواء وشخصية ده انكشف خلال ايام القليلة لما تم الكشف عن الجواب اللي راح لوزارة الشباب والرياضة الجواب اللي راح معانا ده اول حاجة الجواب اللي اتبعت من الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري كان بالانجليزية الجواب تم ترجمته وراح للمين راح لوزارة الشباب والرياضة ما راحش زي ما هو بالانجليز الترجم بس الترجم لخمس بنود مش سبعة انا قلت النهار ده اللي عايز ينظم سبعة بطولات اهلا وسهلا يتقدم ويجيب الموافقات ويعلن الجواب اللي راح لوزارة الشباب والرياضة كان بيتضمن خمس بنود البنود كانوا نقصين دوري ابطال افريقيا ودوري لكرة القدم رجال ودوري ابطال افريقيا للسيدات قدم او لكرة القدم سيدات البندين دول اتشالوا من الجواب وراح الجواب لوزارة الشباب والرياضة زي ما انتوا شايفينه قدام حضراتكو ده اصل الجواب اللي اتبعت وموقع عليه تحت الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يبقى اذا النهاردة النادي الاهل يعني ما بتكلمش في مظلومية ده النادي الاهل النهاردة بيطالب بحقه واحنا كنا هنا بنقول تكرارا ومرارا الموضوع لا الموضوع في حاجة غلط الموضوع مقصود الموضوع مقصود من اشخاص داخل الاتحاد المصري لكرة القدم